الألام المزمنة عند الست شيء مخيف للغاية ومزعج وممكن ينضمر الله حياتها الملفت للنظر واللي أنا عايز أكد عليه أنه لازم يكون فيه تعاطف وتفاهم من كل المحطين بيها لطبيعة الألم المزمن إحنا عندنا يعني كتير من الرجالة ما يفهموش أن الست ممكن تقول تتقلم سنوات ما يفهموش الكلام ده وطبعا بتفسر ساعات الكلام ده لأنه ولاية بتتدلع ده هي أساسا ده اللوعة ما بتستحملش الألم ده وساعات الألم ده بمقاييس الألم يبقى عنيف جدا جدا المشكلة أنه فيه حالات مرضية عند كتير من الستات بتتطلب أو بتحدث آلام متكررة لمدة شهور بل سنوات فآلام الحوض المزمنة عند الست شيء محترم يعني بغي احترامه علميا وهنفهمه النهاردة بالتفصيل النهاردة حوار ممتع للغاية مع ضيف العزيز الذي يعني يسعدني دائما بحواره والحقيقة له أسلوب متميز أكاديمي من طراز رفيع بيشرح المواضيع بطريقة سلسة وفي نفس الوقت بتفاصيل كاملة ودي كومبينيشن أو تجميع صعبة أنها تتوجد لكن بنستمتع بها في الناس الحلوة مع ضيف العزيز القيمة العلمية المتميزة لأستاذ دكتور محمد حسني استشاري أمراض النساء والتلويد وتأخر الإنجاب والحق الميجهري وجراحات المناظر صاحب ماجستير الحق الميجهري ودبلومة جراحات المناظر المتقدمة من الهند ودبلومة جراحات المناظر الضخيقة من فرنسا عضو جمعيات المصرية والأوروبية والأمريكية لخصومة تأخر الإنجاب احتيارك الموضوع ده صاحة العالم يعني ألام الحوض المزمنة دلوقتي هو واحد من المواضيع بل فيه كتب كتيرة دلوقتي طلعة في السوق الطبي أو في المدركة الطبي كلها بالفكب كلها بالفكب ألام الحوض المزمنة ما معناه ليه إمتى أقول أنها مزمنة ما معنى الإزمان هنا شهر سنة سنتين حاجة تانية الأسباب بتاعتها الكورونيك بالفجيبين من الكورونيك من الكورونيك اللي هو مزمن فما لهش وقت هو بدأ يظهر والألم بيستمر بدون استجابة لأي علاقة فالأسباب بتاعته طبعا أي حاجة موجودة جوه في الحوض مسؤولة عن ألم في الحوض لو بدأنا الحوض من أول الجلد من أول البطن لحد الظهر بنبدأ من أول الجلد وبعد كده الصبك وتنياسفات اللي هو الدهون اللي موجودة تحت الجلد بعد كده بتبدأ اللي هو الشيس اللي هو الجدار اللي بيحمل بطن من أي فتاء أو أي بروز للبطن بعدها العضلات بعدها البريتون بعدها الأعضاء الداخلية اللي موجودة في الحوض اللي هي الرحم بملحقاته الرحم بعنق الرحم بالأنابيب بالمبايد بالأربطة بتاعته اللي مسكها في الحوض اللي هو اليوتروساكرالليجامنت واللمكرورتليجامنت المسانة موجودة في البطن من قدام وقولون موجود في الايه؟ من وراء ممكن تؤدي إلى ألام الحوض المزمنة ومن ست نقطة مهمة جدا بقى العضلات اللي موجودة في الحوض الدكتور أيمان ممكن أن تكون مسؤولة على الألم وده هنتكلم عنه في الحلقة بتاعتنا الوقت في أي جزء من الأجزاء دي ممكن يعمل مشاكل الشهادة الموضوع في التعب ألم الحضل المزمنة مشكلتها اللي بعض السيدات بيربطوا الوجع بتاع أعضاء معينة بالمكان يشاوروا تحت أنا عنده وجع في المبايد مش عارفين أن المبيض ده جنبه حالب وجنبه عضلات وجنبه أوطار ولو في الناحية اليمين جنبه الزيدة ولو في الناحية اليمين جنبه الحالب في الناحية اليمين فمش لازم المكان لما يظهر فيه الألم يبقى فيه عضو معين مسؤول عن الألم ده طيب إحنا اتكلمنا عن الحاجات دي كلها بس أكتر سبب موجود لألام الحوض المزمنة بيطانط الرحم واجرأ رقم واحد التساقات الحوض رقم اثنين احتقان الرحم ده رقم ثلاثة وبعد كده نبدأ ندور على الأسباب اللي موجودة ده أكتر أسباب ودايما بتبقى مزمنة ودايما بتستمر لأن احنا لو مثلا فيه مشكلة في المسانة هتتعالج مش هتبقى مزمنة لو موجود مشكلة في القولون هيتعالج مش هتبقى مزمنة لو مشكلة موجودة في التهابات الحوض لو تعالجت مش هتبقى مزمنة لكن دايما عشان الحاجات دي مزمنة وما بتطرحش وعلاجها صعب ودايما علاجها بيبقى علاج عقاري مؤقت دايما بتبقى مزمنة فأشهر حاجة هي رقم واحد بطنة الرحم مهاجرة رقم اثنين التساقات الحوض اللي بتبقى موجودة سواء التساقات الحوض دي نتج عن التهابات المزمنة في الحوض أو إجراء أي عملية جراحية سواء قيصرية سواء ورمليفي سواء زايدة سواء أي تدخل جراحي في المنطقة دي سواء حاجة جراحية أو حاجة لا علاقة بالنساء ونقطة التالتة اللي هي احتقان الحوض بيلفك كونجيشن كل حاجة من الحاجات دي بتبقى لها شكوى مختلفة عن التانية يعني مثلا البطنة الرحم مهاجرة بيبقى ألم موجودة في الحوض وبتزيد أثناء الدورة الشهرية وبتزيد في آخر يومين الدورة الشهرية تمام التساقات الحوض توصيف الألم بتاعها النقطة التانية كمان التساقات الحوض بيبقى الواجع مش متسنطر في حتة معينة في البطن عمال يتوزع وبيظهر في أوقات وأوقات لا بس موجود طول فترة الشهر البيلفك كونجيشن احتقان الحوض دايما السيدة بتبقى جاية تقول أنا حاسة اللي فيه راس عيل هتقع مني ودايما بتيجي بالطرابات في الدورة الشهرية على شكل انزيف احتقان الحوض ده موضوع هنخليه في الآخر شوية لإنه ليه أسباب كتير وأسباب يعني مش عارف نتكلم فيها بالتفصيل فبطنط راحة مهاجرة التساقات للحوض احتقان الحوض نعالج السبب الألم هيروح طبعا أنا بتكلم على أكتر مواضيع لكن فيه حاجات تانية موجودة ممكن تكون مسؤولة بأسباب كثيرة جاية يعني أنا دايما ما بحاولش يعني أحط الدول في اللاين بتاعي إلا دايما أستبعد بقية الحاجات الموجودة كلها ومش كل واحدة عندها ألام مزمنة في الحوض أي يبقى العلاج بتاعها عندنا حسب المشكلة بتاعتها ممكن يكون مشاكل في العضلات نفسها في العضلات بتاعها دي عضلات الحوض دي اه 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 افتهاب مناعي في العضلات اه فدي بتبقى كما الحاجة اللي تخص النساء بالنسبة النحن بطنط الراحة مهاجرة علاجها العلاج اللي احنا عارفينه اللي هو المستقصال أو بطنط الراحة مهاجرة اللي موجودة أي أن كان مكانها فين المشكلة في بطنط الراحة مهاجرة اللي أنا بعمل عملية للسيدة بالمنظار وأنا عارف اللي أنا بعد فترة ممكن يظهر بطس تانية في أماكن تانية صح؟ طيب الاتصاقات للحوض أنا بعالج الاتصاقات للحوض وابقى عارف اللي من نسبة 20 لـ 30% من الاتصاقات دي هترجع تاني بعد دي كم شهر احتقان الحوض بدي العلاج وعارف العلاج مش هجيب نتيجة إلا ما عالج السبب بتاع الاتصاقات للحوض يجي بقى ليه العلاج العلاج بيتقسم لثلاث حاجات لثلاث عمليات العملية الأولينية اللي هي كل واحدة فيهم لعلاج حاجة معينة الجزء الأوليني اللي هو العصب اللي مسؤول عن الأحساس بالألم في الحوض أنا بقطعه وما فيش منه أي مشاكل وما ليش أي أثار جانبية خالص الأثار الجانبية بتاعتها لا تتعدى لـ 1 أو 2% ودايما أي واحدة بتبقى جاية اللي عندها بيطانة راحة المهاجرة دي العملية اللي احنا بنتكلم عليها بس دي العملية التانية اللي هي البوديندان نيرف شبهها برضو شبهها بس هي دايما أنا بخش على البوديندان نيرف من تحت وما بقطعوش أنا دايما في عضلة بتبقى نايمة عليه التندون بتاعها الضغط عليها فبيعمل ألام في الحوض فين بقى الألام في الحوض اللي هي المنطقة اللي هي البرينية اللي هي بتبقى موجودة بين فتحة الشرج العجان فتحة الشرج والمهبل المنطقة دي بعض السيدات ما بيعرفوش يعودوا ويروحوا لده كثرة عظام مش عارفين هم هيتعملوا إيه والمشكلة الوجع ده ممكن يكون موجودة عند الرجان وموجودة عند الستات على فكرة علاجها إيه إن العصب ده العضل اللي نايم على العصب ده ضغط عليه جامد فبتعمل زي بالضبط حالك لما بكون قاعد قاعدة غلط فإيديك بتبقى منملة بتحسي بعدها بالوجع فإن أنا بخش بالمنظار وبسلك على البوديندان نير وهم قاطع لإيه التندون اللي مغطي على البوديندان فإن عملت له ليس فكيت الحبسة بتاعته فالوجع دراماتيك العيانة فعلا بتحسي براحة غير عادية الحاجة الوحيدة اللي هي بتشتكي منها بعد العملية تنميل بسيط في الرجل بيرجع لطبيعته في خلال ثلاث شهور لست شهور بس المريضة بتعيش حياتها طبيعي ده بالنسبة لعملية دي البريس أخرى النيريكتو بتاعة عملية بسيطة جدا أسهل من دي كتير يعني دي عملية من عملية الكلاس إيد في الشغل العصب اللي مسؤول على الإحساس بالألم بنسلك عليه وبنقاهوين دي العملية العملية ما بتصاركش أكتر من ربع ساعة نص ساعة طبعا بنستخدم فيها ألات معينة لأن مشكلة الزاكر البليكسوس بيبقى نايم على الفين الوريد اللي بيبقى جايم الحوض الضفرة العصبية في المنطقة دي بتبقى قريبة من الوريد الحوضي الحوضي اللي هو الليفت كومون إليك بقى نايم عليه كده فلو إحنا استخدمنا ألات عادية طبعا حيب يتكامع الفين اللي هو يعني كبير طبعا في أي غلطة العصب بالنسبة له صحيح آآ آآ ففي حاجة كبيرة كده نايم عليها فإحنا بنسلكها بشويش وبالراحة وبعد كده بناخد منها حوالي نص سنطر لسنطر عشان ما يحصلش إيه هيلينجي تاني وترجع التعب تاني فده من العمليات نيجي بقى العمليات اللي هو البلفيك كونجيشن بقى اللي هو الاحتقان آآ احتقان الحوض احتقان الحوض ده مليه أسباب كتير في حاجات في حالات مليهاش سبب خالص بتبقى عبارة اللي احنا بنقولها بالمعنى الدارج اللي هي دوالة على الراحة آآ وفي حالات بتبقى اللي هي اللي هي في رغبة جنسية مش بتنتهي سواء لسفر الزوج أو لظروف عائلية آآ أو في وجود بعض الأورام زي الأورام اللي فيها مثلا الحاجات ده كلها بتساعد على احتقان الحوض بنده علاج لمدة ست شهور علاج عادي الأول لو السيدة استريحت تماماً لو ما استريحتش بنعمل اللي هو وريد معين ببقى موجود جنب المبيض بنربطه فاحنا كده أكننا بالضبط عملنا عملية دوالي بس بتبقى بالمنظر طبعاً بتبقى عملية دقيقة شوية بس بتجيب من نتائج الرائعة يعني أنا بلاحظ لو أنا بعمل مربط لوفيرن أرتي بعدها في حتى الربع ساعة نصف ساعة بلاقي الدنيا هدت في الرحم أو الفين بيفك وإحنا شغالين الأورام اللي فيها دي ألاختها إيه برضو؟ الأورام اللي فيها مشكلتها في حاجة الألم بيبقى مصدره حاكتين التغيرات اللي ممكن تحصل في الورم نفسه اللي هي الديجنريشن اللي هو سواء ريد أو هيراند ريد جنريشن بيعمل بين غير عادي سكينة مضروعة في بطن وما لهاش علاقة بحجم الورم خلاص هتآكل بيحصل في داخل الورم بيطلع مواد بتعمل ألم شديد تمام والعلاقة التانية اللي هو اللي هو الكمية الأوعية الدموية اللي بتغزي الورم بتعمل احتقان في الرحم فبتزود الألم ممكن وجود الرحم في بعض الأماكن بيزيد الألم زي مثلا موجود جوه تجويف الرحم فأكينك بالضبط الورم ليه في مثلا موجود جوه التجويف حجمه 2 سنتي المفروض الرحم بيبقى قافل فده بالضبط أكينك حاطي الطوبة بين إيديك كده وفتحها كده وضغط عليه فبتعمل ألم فالورم اللي فيها طبعا من الحاجات المسؤولة عن إيه عن ألام الحوض المزمن فأنا قبل مبدأ علاج لازم أكون مشخص صح لأن على حسب التشخيص بتاعي ببدأ مراحل إلالك بتاعتي أنا مش هزي أقولك يا دكتور أيمن أن العينين اللي عندهم ألم حض مزمنة وهم جايين للعيادة بيباني على وشهم أنا بسدق العينة من وشها آه طبعا مش من شكوتها الألم على فكرة بيخلق حالة دي بريشن لا كمان في حاجتين الألم بيعملهم الألم المزمن بيطلع أدنينالين طول الوقت أنت عطول عندك أدنينالين فالأدنينالين طبعا بيرفع الضغط وبيعمل إنقباض في العوهات الموية الجلدية فبتلاقي الوش بيل ده حقيقي فعلا آه وبتبقى بباني على وشها على مثل يعنيش في الكلمة البؤس البؤس آه يعني مش كل مريضة بتجيلي العيادة وعندها بيلفك بيل يعني بتعامل معها زي عينة تانية أو بيباني يعني وش العينة فيه ناس بيتخش في دي بريشن وبتاخد صيكيك تريتمنت العمليات دي لها دراماتيك ريسبونس مجرد لأنا بعملها مش عايزة أقول لك اللي أنا حالة أعملها من فترة وأول مرة البريوت تنزل عليها بعد العملية جاية تقول لي أنا أخيرا رجعت بنتي تاني ما عندهاش مشاكل البين اللي هو العادل اللي هي كاي بتحس بيه أو هي بنوتة لا يا دي كانت جاية كانت ألم لا يستحمل فالحاجات دي طبعا من الحاجات اللي منتشرة وبدأت تنتشر عشان أسبابها بدأت تنتشر وإعلاجها بدأ يعني ما كانش موجود قبل كده زمان دلوقتي احنا بدأنا نخوض فيه خصوصا للتجارب بدأت لها بيجي نتايا كويسة وراحي العين فطبعا من الحاجات دي كويسة جدا إيه الجاية اللي يعني اللي انت شايفها دلوقتي هي الأحدث فيه التعامل مع بتنطرح بالمحاكرة لأن بتنطرح بالمحاكرة بيتغير كل شوية يعني دي شيء غريب دي جماعيات العلمية بتغير المعطيات كل فترة هي بقى لهم سبتين بقى لهم سنتين على نفس الجاية اللي ما عرفش هل نتيجة عدم وجود مؤتمرات نعم فعلا نحن بقى لنا السنة ونو سنة ما فيش إشار الأسرة ما بقى لنا سبتين أو آخر جاية اللي طبعا الكلام اللي تقال دلوقتي اللي هو آخر حاجة واحدة عندها بيطانط رحم محاكرة لازم تتعامل معها مش سيرجيكال يعني بالإندسكوب لا مش ميدكال آه بالإندسكوب نقص بالمنظار عشان ما حديش تفتكر يدخل في بيطانط رحم محاكرة بجراحة يبقى أنت كده بتقتل عيانة عايز تشيل أي حاجة من البطن شرها بالمنظار فبيطانط رحم محاكرة بنشيلها أولا بنشخصها الأول نشوف أن ديول بتاعتها تقوم موجودة فين تسوى موجودة في أي مكان وبنحدد مكانها بالسنار يكون حد السنار يستمحترف يحدد الأماكن بتاعتها ونشيلها بالمنظار الكلام الجديد برضو اللي احنا ما ينفعش نعمل عملية حقن مجال الواحدة عندها بيطانط رحم محاكرة تمام بس بيقى بأننا احنا مشكلة بقى لو واحدة مخزون المبيض بتاعها ضعيف ولو عملت لها شلت لها كيس الشوكولاتة اللي هو بطانط رحم محاكرة اللي معوجودة على المبيض فانا كده بتدمر المبيض حرفيا فالكلام دلوقتي اللي احنا بنقول هنعمل حقن من مجالي هنجمد البويضات وهنجمد الأجنة وبعد كده نشيل بطانط رحم محاكرة وبعد كده نبقى للأجنة المشكلة في بطانط الرحم محاكرة دكتور أيمن اللي ما فيش حاجة صريحة أقدر أعتمد عليها لأنه هو حاجة متشعبة ومش كل حالة زي التانية أنا بيجي لي حالات عندهم اندومتريوم وقدي كده هو جاين حوامل واحدة تانية تليها عندها سبوتس صغيرة ما بكتشفهاش اللي بالمنزار ويتبقى منع الحمل ومجرد لنا بشيلها ما بتقشش كم ثانية ولا جياش صهر لبقى بتحمل فالجايد لاين أي العلاج بيعتمد حسب ده بين ولا انفرتلتي بين تعمل معها بعنف باللبروسكوب انفرتلتي لها جايد بقى لها جايد لاين بقى حسب الحل قدامك دي عن ريزيرفي عندها كويس وعلقة الحالي سنناجمي ولا صغير هناك فارق بين الألم وبين الرغبة في الحمل بالزبط بالزبط تبتنورني تبتساعدني والحياة مواضية مهمة جدا جدا والحكمة دايما في ألام الحوض فيما يتعلق بالطبط الرحم بمجبع تحديدا تحديد المشكلة ايه بالزبط اللي جاية لك دي جاية تشكل وكرر كررناها مرتين أو ثلاثين دي واحدة من أهم النقاط في موضوعنا النهاردة هي جاية تخلف ولا جاية تعالج ألام فارق كبير جدا في اتخاذ القرار وفي الخطة العلاجية بين ده وبين دي الكلام كان واضح ورجعه كويس ضيف العزيز الذي يبدأ دائما وبيسعدني بوجوده معانا النهاردة بس دكتور محمد حسني السيشاري أمراض النساء والتبليد في تأخر إنجاب والحق المجاري وجراحات المناظير ماجستيري حق المجاري من جماعة ميسينيا بإيطاليا دبلوم جراحات المناظير متقدمة من الهند وعضو جمعية المصرية للقصوبة والجمعية الأوروبية والأمريكية دورت وشرفتنا وعسحتنا كتا خليكوا دايما معنا سهلا